السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم صغاري في مكون القراءة تحت عنوان ذكرى المسيرة الخضراء إذن نبدأ درسنا بالكلمات البصرية ندروا معي هنا الكلمات البصرية لهذه الحصة هي أيضا أحب حين ذكرى حفل الموالي وعيد أيضا أحب حين ذكرى حفل الموالي إذن هذه الكلمات البصرية لهذه الحصة ننتقل صغاري إلى نص القراءة المشاركة أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة أضحك أبكي أسكت أحكي أفرح أحزن أغضب أشكي أكره أندم أحب أهتم أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة إذن أعيد لكم صغار النص أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة أضحك أبكي أسكت أحكي أفرح أحزن أغضب أشكي أكره أندم أحب أهتم أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة إذن بعد قراءتنا للنص القراءة المشاركة صفحة 155 ننتقل إلى نصنا الوظيفي تحت عنوان ذكرى المسيرة الخضرة نعم قبل أن نقرأ النص أول شيء ماذا ألاحظ في الصورة إذن انظروا معي جيدا إلى الصورة كما تلاحظون هنا في الصورة هناك رجال يحملون العلم المغربي وصورة الملك رحمه الله يكونون مسيرة إذن عما سيتحدث النص انطلاقا من العنوان ذكرى المسيرة الخضرة سيتحدث النص عن مسيرة الخضرة نعم إذن عما سيتحدث النص سيتحدث النص عن المسيرة أو عن ذكرى المسيرة الخضرة إذن انتبعوا معي سأقرأ لكم النص ذكرى المسيرة الخضرة فجأة أصبحت مدينتي ملونة بالأحمر سألت أبي ماذا يحدث فقال إنها ذكرى المسيرة أتعرفها؟ قلت مم إنها مناسبة سعيدة فقال نعم مناسبة سعيدة ثم أخذ خريطة وبدأ يشرح هذه سحراؤنا كان يحتلها الإسبان ومن هنا انطلق المغاربة نساء ورجالا مشيا على الأقدام لإخراج هؤلاء الأجانب قلت متى كان ذلك؟ قال كانت المسيرة الخضرة في ست نوانبر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين نعم في بداية الأسبوع ذهبت إلى المدرسة وجدت أعلاماً ولافتات على الجدران وخشبة في الساحة مدرسة تستعد للاحتفال بدكرى المسيرة الخضراء وعيد ذكرى المسيرة الخضراء فجأة أصبحت مدينتي ملونة بالأحمر سألت أبي ماذا يحدث فقال فقال إنها ذكرى المسيرة أتعرفها؟ قلت إنها مناسبة سعيدة فقال نعم مناسبة سعيدة ثم أخذ خريطة وبدأ يشرح هذه سحراؤنا كان يحتلها الإسبان ومن هنا انطلق المغاربة نساء ورجال مشياً على الأقدام لإخراج هؤلاء الأجانب قلت متى كان ذلك؟ قال كانت المسيرة الخضراء في ستة نوانبر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين في بداية الأسبوع ذهبت إلى المدرسة وجدت أعلاماً ولافتات على الجدران وخشبة في الساحة مدرسة تستعد للاحتفال بذكر المسيرة الخضراء إذن صغاري بعدما قرأنا النص انظروا معي إلى معجمي المساعد لدي هنا عالم انظروا هذا هو عالم بلادي هنا لدي خريطة خريطة المغرب وهنا لدي لافتات هذه لافتة لافتة ولافتة جمعها لافتات نعم هذه لافتة مكتوب عليها المدرسة تخلد ذكر المسيرة الخضراء إذن هنا لدي وجدت أعلاماً ولافتات ننتقل الآن صغاري إلى مضمون المس لدي الفقرة الأولى فجأة أصبحت مدينتي ملونة بالأحمر سألت أبي ماذا يحدث يعني وضعوا أعلام بكل مكان بالمدينة وضعوا أعلام مثل هذه بكل مكان بالمدينة إذن النص هنا هنا سألت أبي ماذا يحدث فقال إذن النص يتضمن حوار بين الأب والطفل هنا قام الأب انظروا معي هنا نعم مناسبة ثم أخذ خريطة وبدأ يشرح هذه سحراء هنا قام الأب بتوضيح كل ما يتعلق بالمسيرة للطفل وباعتماده على خريطة المغرب نعم وتوضيحه انظروا قال له هنا كان هذه سحراء هنا كان يحتلها الإسبان ومن هنا انطلق المغاربة نساء ورجالا مشيا على الأقدام لإخراج هؤلاء الأجانب قلتوا متى كان ذلك إذن هنا قام بتوضيحه قام الأب بتوضيح بأن المستعمر كان يحتل الصحراء وهذا المستعمر هي دولة الإسبان نعم هي دولة الإسبان فاجتمع هي دولة إسبان عفوا فاجتمع المغاربة رجالا نعم ونساء وكونوا مسيرة انظروا كونوا مسيرة ذهبوا فيها على أرجلهم على الأقدام يعني على أرجلهم لتحرير الصحراء وإخراج العدو من بلادنا ومتى كان ذلك كان نعم سنة 1975 نعم ثم هنا لدي في الفقرة الفقرة الأخيرة في بداية الأسبوع ذهبت إلى المدرسة وجدت أعلاما ولافتات على الجدران وخشبة في الساحة مدرسة سستعد للاحتفالي بذكرى المسيرة الخضراء أي في بداية الأسبوع ذهب الطفل إلى المدرسة فوجد مدرسته تنظم أو تستعد لتنظيم حفل خاص بذكرى المسيرة الخضراء واضح صغاري إذن انظروا معي هنا أجيب على أسئلة الفهم ما العيد الذي ستحتفل به المدينة نعم ستحتفل المدينة بعيد المسيرة الخضراء وعيد المسيرة الخضراء هو عيد وطني عفوا عيد وطني لدينا أعياد وطنية وأعياد دينية أعياد دينية مثل عيد الفطر عيد الأضحى والأعياد الوطنية عند لدينا عيد المسيرة الخضراء عيد العرش عيد الاستقلال واضح هذه تسمى أعياد نعم أعياد وطنية إذن المدينة ستحتفل بعيد ذكرى المثيرة الخضراء المدينة ملونة بالأحمر ما مصدر هذا اللون سبق أن قلت لكم مصدر هذا اللون هي الأعلام الأعلام الحمراء التي يوجد وسطها نجمة خضراء نعم متى كانت المسيرة الخضراء نعم كانت المسيرة الخضراء في ستة نونبر الف وتسعمائة وخمسة وسبعين نعم من شارك فيها نعم شارك في المسيرة الخضراء رجال ونساء مغاربة نعم رجال ونساء مغاربة في أي يوم ذهب الولد إلى المدرسة هنا لدي في السؤال في أي يوم يعني سألوا عني اليوم هنا في الفقرة الأخيرة قالوا لنا في بداية الأسبوع كما نعرف صغاري أول يوم بداية الأسبوع نبتدئ بالأسبوع هو يوم الاثنين إذن ذهب الولد إلى المدرسة يوم الاثنين بهذا صغاري نكون قد أنهينا حصتنا اليوم إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر